كفتة بالصوص البني هتعجبكم جدا يضلب لنا عندنا نص كيلو من اللحمة المفرومة يفضل تكون حمرة ما فيهاش دهون كتير علشان ما تخسش مننا عندنا كمان كيس مكارونا مسلوقة تلتين سوا بصلة كبيرة مبشورة ومتصفية رغيف عيش فينه نقعناه في لبن أو مية وصفناه كويس قوي معلقتين كبار من البقسمات المطحون معلقة صغيرة من الباكينج باودر ومعلقتين كبار من الزيت مكعب زبدة ونص معلقة صغيرة من البهارات السبعة وملح وفلفل اسود دي كده مقدير الكفتة تمام اما علشان نعمل بقى الصوص البني كده اللي هنغرق به المكارونا هيكون عبارة عن ايه نص كيلو من البصل متقطع جوانح كبايتين شربة يعني ممكن نقول بقى كبايتين مايو عليهم مكعب مرأة زي ما انت عايزة كبايت حليب مكعبين زبدة معلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من الدقيق معلقة كبيرة من الديمي جلاس دي بودرة موجودة عند العطار ومعلقة صغيرة من السكر ملح وفلفل اسود ويلا بينا نشوف طريقة التحضير تعالوا بينا يلا نبتدي نعمل الكفتة الاول فحضر كده لفظه عشان نعجل مكونات الكفتة مع بعض عايز اقولكم من الوصفات اللي هتعملوها ومش هتتجربوه مش هتبطلوه تعملوها ابدا من كتر جمالها بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا بينا يلا اخدنا كده الطبق غويت علشان نبدأ نعجل فيه الكفتة مع بعضها عندي هنا اللحمة المفرومة حبتدي احط عليها البصل اللي احنا بشرناه وبعدين نصفناه كويس جدا من اي مياه فيه عايزين الكفتة تبقى متماسكة ما تفكش مننا كمان رغيف عيش فينو مبلول وتصفى البهارات بتاعتنا هتكون عبارة عن بهارات سبعة او بهارات لحمة معلقة صغيرة من البيكنج بودر هحط كمان معلقتين من البقسمات المطحون ملح على قد الكمية اللي عندي وفلفل اسود وبكده اكون حطيت كل المكونات تعالوا بنا بقى نعجلهم كويس جدا جدا مع بعض عشان ناخد كفتة متماسكة احنا مش محتاجين اكتر من كده اعجيني كويس قوي خلي كل المكونات اللي احنا حطناها تتدخل مع بعض كويس وتبقى كلها مزيج كده ايه مترابط وانسجة اللحمة كده تترابط مع بعضها فيلا بينا طول ما احنا صفينا البصل كويس جدا جدا وصفينا العيش اللي احنا نقعناه كويس جدا جدا فهتلاقي كفتة معاكي عشرة على عشرة مش سايبة ولا فكة من بعضها اعجينيها كمان عجنة كويسة كل ما عجنتي اكتر النتيجة هتبقى احسن هكتفي بدا وحضر طبق علشان ابتدي اكور في الكفتة تعالوا بينا يلا نكور الكفتة كور متساوية والحجم بقى اللي انتي تفضليه يعني بما اننا عاملين مكرونة وهناكل بالشوكة فنخلي الحجم كده صغير شوية هيبقى احسن هنكور الكفتة كلها بنفس الحجم ونكون حاطينه على النار طواصة تسخن عشان ابدأ ان انا اشوح الكفتة كل ما كانت الكور كلها قد بعضها كل ما النتيجة والشكل النهائي كمان هيبقى لطيف جدا وكل ما صغرتي هتبقى احسن هترمي معاك كمية اكبر وفي نفس الوقت كمان هيبقى سهل اكلها بالشوكة من غير ما نقسمها على مرتين ولا حاجة واخدين بالكوا قد ايه الكفتة متماسكة وحلوة تتشكل معانا بسهولة انا كده بشكل الكفتة كلها قد بعضها على قد ما بقدر مشغلين بنص كيلو لحمة وعايز اقول لكم نص كيلو لحمة ده هي معانا ما شاء الله كمية حلوة احنا زودنا الكمية طبعا بالعيش اللي احنا كنا نقعينه والبقسمات والبصل فادينا برضو كمية حلوة وابتدي احط فيها معلقة زيت وحط الزبدة علشان ما تتحرقش لو حطت الزبدة على طول هتتحرق مجرد ما تنزل وادي معلقة الزبدة هنزلها علشان ابدأ اشوح الكفتة بتاعتي اللي انا كوتها كور متساوية الحجم واديها تشويحة محترمة علشان تتماسك وتاخد لون من جميع الجوانب فاعلوا بينا يلا بسم الله الرحمن الرحيم نزل الكفتة ونخلي الكفتة بتاعتنا بقى تتشوح كويس قوي وتاخد لون من جميع الجوانب ودي اول خطوة في عمل وصفتنا النهاردة يبقى خلاص خلصنا كده الكفتة الحمد لله من لما حاجتها نوراني يا كنزي ويا مامة كنزي نورتونا واسعدتونا باتصالكم حبيبي زي ما نشايثين كده بقلب لون الكفتة خطير بصوا فتحة كده وحلوة قوي قوي ونقلبها الكفتة لا فكت معانا ولا شققت ولا الكلام ده كله كفتة زي الفل متمسكة والدنيا تمام جدا ما شاء الله اهم حاجة تعجينيها كويس عجيني كويس وهتلاقي نتيجة زي الفل مش قادر اقول لكم بقى جد راحتها عاملة زي راحتها تحفر هاي كده بدأت الكفتة خلاص تاخد لون من الناحيتين وده المطلوب مش عايزين اكتر من كده طعلوا بينا بقى علشان ايه نطلع الكفتة اللي اخدت لون وبقت جميلة بالشكل ده ودخلت في التسوية هي لسه مستويتش بس دخلت في التسوية حضر الطبق بس كده علشان نطلع عليه بقى الكفتة المستوية بسم الله الرحمن الرحيم احنا حمرنا الكفتة اللي احنا تبدلناها وزبطناها بتجديلة محترمة وبعدين طلعناها بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده مكان ها ومكان تحمير الكفتة نزلت بمصف كيلو من البصل متقطع جوانح عشان ابتدي احمره وعلشان اساعده نواية كرمل ويديني لون لطيف احط له معلقة من السكر وما تخفيش ما تخفيش ان طعم الاكله هيتغير ولا هيبقى مسكر قوي والكلام ده كله خالص هتبقى عشرة على عشرة سيما سبتوني بقلب في البصل من وقت للتاني علشان ياخد لون دهبي كده غامق شوية فيديني لون سوس حلو جدا خلاص زي ما ان شايفين اللون بقى جميل جدا هبتدي انا ازل بقى عليه معلقة دقيق علشان الديق كمان يتحمص ويديني لون حل بسم الله الرحمن الرحيم ويديني قوام مميز كده للصوص ما يبقاش الصوص خفيف وسايل قوي فانقلب كده مع بعض ولو حسيت ان انا محتاجة مكعب زبدة فقدر اضيفه ونكمل تشويح البصل والدقيق علشان اتأكد ان الديق كده خلاص استوى والدنيا بقت تمام تعالوا كمان يلا هندي ملح وفلفل احنا كنا متابلين الكفتة عايزين كده هنبتدي نتابل الصوص ايه دي الملح ونكمل تقليب حلو اوي الريحة طالعة جميلة جدا يبقى عندي معلقة بودرة ديمجلاس ده لو متوفر وهو سهل جدا نحن موفرة هي موجودة عند العطار احطها بس في طبق اكبر ونزل عليها شوية مية كده من الحنفية علشان ادوبها وابتدي اضيفها للبصل كده حطينا بودرة الديمجلاس وعليها شوية مية من الحنفية بدهوبها واجهزها علشان اضيفها على الخليط اللي على النار تمام تعالوا ناخد بس الشربة الاول خلاص كده الدنيا زي الفول كل حاجة اتحمصت ولونها جميل جدا جدا وحطينا البهارات والملح كمان ويلا بينا ننزل بالشربة هنا اللون حلو كل حاجة بس مش اللون اللي انا عايزاه اللي هناخده من الديمجلاس هيدينا بقى لون قوي اكتر طعم حلو قوي وكمان لمعة كده لذيذة جدا بصوا معلقة الدي اعملت ايه ربطتلي السوس مخلتهوش خفيف مية خالص تعالوا ننزل بقى كمان الديمجلاس وهنا بقى هنلاقي اختلاف في اللون هنسيب بقى الخليط ده يغلي كويس علشان ابتدي انزل في الكفتة ترجع تاني تكمل تسويتها لو فاكرين احنا كنا تبلنا الكفتة وحمرناها مجرد ان هي اخدت لون من بره اه هي لحمة مفرومة وبتستيوي بسرعة بس هي لسا لها شوية يعني هي مش مستوية السوى الكامل علشان كده هننزلها دلوقتي بعد ملصوص يغلي كويس قوي هنزلها عشان تكمل تسويتها مش هتقعد عشر دقيقية وهتكون خلاص جهزة معانا ومستوية تعالوا بينا يلا ننزل هيل خلي بقى الكفتة تغلي كده في الصوص الجميل ده زي ما قولنا عشر دقيق بس وهتبقى عشرة على عشرة نضبط دنيتنا علشان نبدأ نشوف هنعمل ايه تاني؟ انا فايد معايا من المأدير المكارونة وكمان حوالي نص كباية من الحليب دي هضفها بعد ملاقي خلاص ان الكفتة استوت احطها احط للحليب يغلي شوية وخلاص على كده والله عندي كريمة في البيت مفيش مانع ان انا احطها بدل اللبن بس لو مفيش فاللبن هيقضي الغرض عندنا كمان المكارونة والمكارونة تلتنسي وليه علشان هنزلها هي كمان في الصوص ده تبتدي تكمل التلت الباقي من التسوية فيه فتمتص بقى من طعم الكفتة والبصل المكرمل والكلام ده كله فتطلع معاكي مكارونة بجد وهمية نقلب تقليبة ولو حسيت ان القوام تقيل قوي فهنقدر نزود شوية مية كده خلاص الكفتة استوت هحط اللبن وقلب وننزل بقى المكارونة المسلوقة تلتين بس سوى هم دقتين مش محتاجين اكتر من كده انا عايزة المكارونة بتاعتي تبقى محافظة على شكلها متعجنش وتتبطت والكلام ده كله فدقتين تلاتة مش اكتر من كده تتشرب بس شوية من الصوص الجميل اللي احنا عاملينه علشان نقدمها بألف هنوشفة بجد يا جماعة وصفة خطيرة لازم تجربوه